أهلا بكم من جديد وإلى مجموعة من الأخبار الرياضية أعلن النادي الجزيرة استقالة حسام حبول من منصب رئيس النادي بعد نحو شهر من تسلمه رئاسة النادي بالتسكية الناطق الإعلامي لنادي الجزيرة زيادر ميلي أوضح أنه جرت محاولات من قبل أعضاء الهيئة الإدارية لحث حبول للعدول عن الاستقالة لكن دون جدوى هذا يمر الجزيرة بدائقة مالية صعبة منعت الفريق من إبرام تعاقدات مميزة هذا الموسم إذ لم يقدم الفريق الأداء المأمول منه في بطولة الدرع إضافة إلى خسارته في مستهل مشواره في كأس الاتحاد الآسيوي على يد ظفار العماني يلتقي فريق الأهل المصري بنظيره الزمالك بقمة مثيرة في نهاي كأس السوبر المصري على ملعب محمد بن زاين في دولة الإمارات العربية المتحدة ويدخل الأهل المباراة لمواصلة انتصاراته المحلية وخطف لقب السوبر على حساب القلع البيضاء باحثا عن لقبه الثاني عشر في المسابقة من جهته سيخوض الزمالك المواجهة بمعنويات عالية بعد أن حقق كأس السوبر الإفريقي قبل أيام على حساب الترجي التونسي ويطمح الزمالك للإطاحة بالأهل والتتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه تتواصل الليلة لقاءات دور الستة عشر من بطولة دور أبطال أوروبا حيث يواجه أتلانتا الإيطالي نظيره فالانسيا الإسباني فيما يستضيف توتنام الإنجليزي ضيفه لايبزيغ الألماني تفاصيل أكثر في هذا التقرير في ثاني ليالي دور الستة عشر من دور أبطال أوروبا يستقبل أتلانتا الإيطالي على ملعبه نظيره فالانسيا الإسباني في مواجهة متوازنة ممثل الكرة الإيطالية يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمته في لقاء العودة أتلانتا تأهل بصعوبة كبيرة إلى هذا الدور حيث جمع سبع نقاط فقط قادته لأن يكون ضمن الستة عشر فريقا في هذا الدور في الجانب الآخر يسعى فالانسيا الذي وصل إلى هذا الدور بعد تصدره لمجموعته التي ضمت كلا من شيلسي الإنجليزي وليل الفرنسي وآيكس أباستردام الهولندي يسعى للوصول بعيدا في هذه المسابقة وفي القمة الثانية يستضيف وصيف النسخة الماضية توتنهام الإنجليزي ضيفه لايبزيغ الألماني الفريق اللندني بقيادة مدربه جوزيم مورينيو يأمل بتحقيق الفوز على أرضه وبين جماهيره وهو المدرب الذي يملك باعا طويلا في هذه البطولة وسبق أن حققها مع بورتو وإنتر ميلان الإيطالي غيابات عديدة يعاني منها توتنهام الليلة النجم الكوري سون بعد تعرضه لكسر في الكتف في مباراته الأخيرة إضافة إلى استمرار غياب قائده هاركين من جهته يطمح لايبزيغ الذي يخوض لقاءه الأول من الأدوار الإقصائية أن يواصل عروضه المميزة التي يقدمها هذا الموسم على الصعيدين المحلي والقري اشتركوا في القناة